مساحات خضراء على مدعينك والنظر إنه حرش بيروت قلب العاصمة الأخضر في آخر متنفس للبنانيين المشهد مختلف عن أجواء البلد مواطنون يمارسون الرياضة بشكل مجاني في وقت أصبحت فيه اشتراكات النواد الرياضية بأهزة والله أنا بالنسبة لي هيدا شراحة إنقاذ خصوصا مع أتفاع اشتراكات الجيم صارت أسعارها خيالية هيدا صراحة فعليا إنقاذ عم بظهرنا من البيت عم بظهر أنا والعائلة نعود نعم الرياضة والله أنا صراحة كتير ناس هبني وأنا وقفت نادي من وراء أسعار نادي المرتفعة جدا وبتمنى يعني هالأسس تضل وتكمل يعني يصير مثلا فيه ألات أكتر يتوسع أكتر وآخرون يتنزهون بفئي الأشجار لتصفية أذهانهم هذا المكان الوحيد لنحنا منلقي منفصلة إلنا وروح حلوة ومنعجب نعمل يوغا نركض نعمل مديتيشن فهذا شو بدي أقلك يعني هالواحة الخضرة الوحيدة اللي موجودة باللبنان كل شي صار غالي جم غالي وكل غالي بتيجي واحني برتاع عرفت كيف بيعمل رياضة بيجي لهم إلي شي تتين سنة يعني عندنا نحنا أكيب نحنا جروب هون كل يوم نبشفي بس بالنسبة للطبيعة هون في منفصلة كل العالم هون العالم بتيجي من كل المناطي بتيجي هون على الحرش مصادر بلدية بيروت توضح لهنا لبنان أن أبواب الحرش أغلقت لفترة طويلة لحماية الأشجار من أي ضرر أما اليوم فالتركيز على الصيانة الدورية والحراسة المشددة غير أن مسؤولية حماية هذا الحرش تقع أولا وأخيرا على المواطن الذي يجب عليه الحفاظ على نظافة هذه المساحة كي تبقى متاحة للجميع اشتركوا في القناة